أهلا بكم خلال استقباله بالفاتيكان لجماعة المعهد الحبري لأمريكا الشمالية وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة رحب فيها بالوفدي وقال إن إقامتكم هنا في روما تتزامن مع المسيرة السينودوسية التي تقوم بها الكنيسة بأسرها حاليا وهي مسيرة تتطلب الإصغاء إلى الروح القدس وإلى بعضنا البعض لكي يميز كيف يمكننا أن نساعد أعضاء شعب الله المقدس على عيش عطية الشركة كي يصبحوا تلاميذا مرسلين كما شجعهم على تنمية حوار دائما مع الرب وتعزيز الشركة مع الكنيسة لكي يصبحوا شهودا ينقلون إنجيل محبة الله إلى المحتاجين وشارك قداسته بعض الأفكار حول ثلاثة عناصر اعتبرها أساسية للتنشئة الكهنوتية وهي الحوار والشركة والرسالة